شكري سرحان في الفيلم رايح فين في المطارية الشوارع عاملة ازاي والفيلا والناس والكلام كان ماشي الواحده في الشارع والشارع طبعا مرصوف وفيلا والكلام ده اكيد في حاجة حصلت غلط في سنين طويلة جدا وعقود طويلة جدا افرازت هذا الواقع اللي احنا عايشين المطارية زي ما قلت لحضراتكم بتجسد مشاكل مصر كلها في كل مكان هنلاقي مشاكل التوكتوك هنلاقي مشاكل القمامة مشاكل العشوائية الصرف الصحي البطالة زي ما شفنا الولاد قاعدين على القهوة مش لقين شغل كل حاجة كل دي مشاكل محتاجين في معالي المواطن ان احنا نعلج قلت لحضراتكم في بداية الحلقة ان احنا كل الرسائل والمشاكل اللي جاي لنا على صفحة البرنامج صفحة معالي المواطن وصفحتي الشخصية صفحة مجد الجلاد على الفيسبوك هنبدأ من الاسبوع ده ننزل بالكاميرات نصورها كلها كل حد باعت مشكلة هننزل نحققها بنفسنا بالكاميرا زي ما قلنا لحضراتكم انه شعار بنامجنا في معالي المواطن برسيجوا احنا اللي هنجلكوا فاحنا من الاسبوع ده هنجلكوا كل الرسائل بطمن كل الرسائل مئات والاف الرسائل جاي لنا على المشاكل في مصر كلها من جنوبها لشمالها من شرقها لغربها بطمن حضراتكم هتلاقوا الكاميرا جاي لكم بتصور المشكلة دي وحنزعها في البرنامج هنعرضها في البرنامج وهنتناقش فيها وزي ما قلت لحضراتكم عمل لكم حاجة جديدة كويسة جدا توقف كل مسؤول امام مسؤوليته الاساسية لا يوجد مسؤول في اي مكان في الدنيا الا له مسؤوليات وواجبات وحقوق ايضا مع كل تقرير مع كل نزول لنا في اي منطقة في مصر في نهاية هذا التقرير اللي هنعرضه وفي نهاية النزول لنا في نهاية الفقرة اللي هنزل اسجلها بنفسي بره او نزع او انافذها بنفسي هنحط لحضراتكم اسماء المسؤولين بالكامل ده مش نوع من انواع التجريس زي ما قولوا لا على الاطلاق نوع من انواع ان كل مسؤول في كل مكان احنا بنحاول نساعد الدولة المصرية بنحاول نساعد القيادة السياسية الحكومة المصرية باجهزتها التنفيذية فيها تراهل اه فيها تراكمات سنين طويلة جدا من الاهمال في تجاوزات في فساد في كل حاجة في الدنيا فلما نعرض مشكلة من اللي حضراتكم لجأتوا لينا فيها وانجلكوا وانحققها هنعرض المشكلة بالمسؤولين عنها باسماءهم المحافظ من اول المحافظ للسكرتيري العام بتاع المحافظة لرئيس مجلس المدينة لرئيس الحي لمسؤولين عن المحليات لمسؤولين عن البلديات وهكذا هنعرض اسماء ونتواصل معه نقول لهم المشكلة دي اهي ممكن نحلها طي في اقتراحات واحد اتنين تلاتة من معالي المواطنين ممكن نحلها ممكن مسؤول يقول لا دي اكبر من انكانياتي موافقين ونروح البرلمان نروح للنواب نقول لهم ساعدونا ان الانكانيات دي تكمل وممكن مسؤول يقول لا تتحل طيب يلا حل واحنا هنتبع معك اتفقنا اتفقنا هنروح ان شاء الله بإذن الله لفاصل ونواصل مع حضراتكم حلقة الليلة هشتاج منطقتي اللي انتو بتدعونا فيها لمنطقتك واحنا بنجيلك الدعوة هذا الاسبوع المطرية والحلقة بعد الفاصل عن المطرية وحيقدمها معايا الزميل معالي المواطن في اول تجربة لبرنامج تلفزيوني ان يقدمه مواطن معنا هنا معالي المواطن الزمير احمد طه يلا على المطرية